اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها همومنا أساور لحساب طاقة الإسم حرف الألف حرف النار مذكر طاقته واحد سبع درجات حرف السين حرف هوائي مؤنث طاقته ستون تماني درجات حرف الألف حرف النار مذكر طاقته واحد واحد وعشرون درجة حرف الواو حرف طرابي مؤنث طاقته ستة أربع وعشرون درجة حرف الراء حرف مائي مؤنث طاقته مئتان خمسة عشر درجة أساور اسم طاقته رقم سبعة طبعه ناري في مظهره مائي في جوهره جنس حروفه مؤنثة البرج من خلال الاسم برج السرطان يناسبه برج الجدي الكوكب المسيطر كوكب القمر الحجر المناسب الياقوت والعنبر يوم السعد الاثنين اللون المفضل الأبيض الصورة القرآنية المناسبة من خلال الاسم هي صورة غافر أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم رقم سبعة يا حليم يا كبير يا معيد يا غني صفاتك من خلال حروف اسمك أنت فتاة تبحثين دائما عن الاستقلالية بذاتك تجيدين تسيير الأمور وتخططين لها ببرعة قراراتك حاسمة عنيدة في كثير من الأحيان متقلبة المزاج لا تثبتين على حال سريعة الغضب والتوتر عنفوانية اجتماعية عاطفية حساسة وغامضة إنسانة محبوبة ودودة تجيدين فن التعامل مع الآخرين محبة للنقاش وإقامة العلاقات الاجتماعية دائمة الابتسامة بشوشة لطيفة تهتمين لمشاكل الآخرين متفردة بقراراتك ومتمسكة بآراءك ذات عقل مبدع وأفكار جميلة كثيرة الأمراض كثيرة التفكير كثيرة الهموم تتعرضين للاستغلال من طرف الأشخاص المقربين لك والذين تعودوا أن تساعدهم دون مقابل لديك حاسة سادسة قوية وروحانية عالية في اسمك فحاولي استغلالها في جذب ما تريدين لحياتك لا تعتمدين على الحظ لأنه طالما خيب آمالك ولذلك تعتمدين دائما على العمل والجد والمصابرة تضحي كثيرا وقد تتنازلين أحيانا وغايتك الوصول إلى أهدافك بأي طريقة رأيك صائب ومحترم وتكونين محل استشارة للجميع لحبك للخير لهم ومساعدتهم وإقناعهم طاقة اسمك رقم سبعة متصل بكوكب القمر من تأثيرات هذا الرقم على حياتك أنك إنسانة عميقة التفكير مثقفة سريعة التعلم والاستيعاب روحانية مسالمة عاطفية ليس لديك الكثير من الأصدقاء لديك حدث كبير وصادق متحفظة لك القدرة على التحليل والإدراك لا تثقينا بسهولة في الآخرين تميلين للوحدة وتتجنبين الإختلاط برجك على الإسم هو برج الصرطان وهو برج مائي أفضل شريك يناسبه للزواج هو برج الجوزاء أو برج العذراء أو برج الدلو من تأثيرات البرج والكوكب على حياتك وشخصيتك تصابين بالعين سريعا لا تفرقين بين من يحبك ومن يبغضك كريمة عفيفة النفس سريعة الغضب حلوة الابتسامة مبغوضة عند الأقارب تساعدين الناس كثيرا دون مقابل بريئة قليلة الحظ مع من تحسنين إليهم تنالين مرادك بعد تعب ومشقة تنتقلين من بلد إلى بلد عجولة في طلبك صافية النية كثيرة الرزق حادة في الكلام كثيرة التفكير تحبين جمع المال ولا يضيع لأحد عندك معروف يناسبك من المعادن معدن الفضة تحملين العناصر الأربعة في اسمك عنصر النار وعنصر الهواء وعنصر الطراب وعنصر الماء تتأقلمين مع كل الأوضاع ولك القدرة على مسايرة كل الأعمار صغيرة في حوارك مع الصغار وكبيرة في مفاوضاتك مع الكبار كلامك مقنع وتجيدين فن الاستماع وتهتمين بشؤون الآخرين أولى سنوات عمرك تكون مرحلة طفولية رائعة محفوفة بحب العائلة واهتمامها ورعايتها تحققين عدة إنجازات وتنجحين في الوصول إلى بعض أهدافك تصابين بوعكة صحية تترك أثرا بالغا في حياتك وتتعبين في بداية الثلاثينات من عمرك وتصادفك بعض المشاكل والعراقيل والنحوسات التي تعرقل سير حياتك وتكون منعطفا آخر لحياتك قد يجعلك تغيرين آراءك وتخالفين مبادئك وتكثر عليك الهمو وتتطاقل عليك المسئولية لكن لا تنسي أن لك ربا كبيرا إن لجأت إليه فك كربك وأزاح همك وغمك تحملين حرف المال في اسمك وتتحسن ظروفك المادية كلما تقدمتي في العمر طاقة اسمك مؤنثة وهذا أمر جيد يدعمك ويساعدك إن ركزتي على تحقيق أهدافك وجعلتي تفكيرك دائما إيجابي أقوى الحروف في اسمك هو حرف الراء ثم يليه حرف السين إذا أكرمك الله بالبنين فلتكن أسماء أبنائك يحملاني هذه الحروف حتى يكون هناك توافق كبير بينكما ويا حب ذا لو كان اسم الزوج كذلك يحملوا هذه الحروف ستكون حياتكما كلها انسجام وتوافق وسعادة والله أعلم والله الموفق ترجمة نانسي قنقر